بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخوتي العزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة كما عودتكم بتقديم كل ما هو مميز وجميل ومفيد في علوم الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة فإنني في هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى سأحدثكم عن نوع من أحجار المجوهرات يسمى بحجار البرازيليانيت يتركب حجار البرازيليانيت من مآتي معادن السوديوم والألمنيوم والفوسفات ويتشكل عادة بشكل باللورات شبه كاملة في صخور الديوريت والبيجماتيت ومن أكثر المناطق التي وجد بها مناطق ميناس جيرايس في البرازيل ولذلك سمي الحجر باسم البرازيليانيت بعض الأحجار وجدت كترسبات على أحجار الموسكوفيت ويتشكل البرازيليانيت عادة في جيوب ضمن صخور البيجماتيت التي تتواجد بها أيضا أحجار أخرى مثل الكوارتس والبيريل والميكا يمكن أن يأتي البرازيليانيت بألوان مختلفة فيمكن أن يكون شفافا عديم اللون ويمكن أن يكون هناك أحجار بلون أصفر كما يمكن أن يكون هناك أحجار بلون أصفر مخضر ويمكن أن يكون هناك أحجار برازيليانيت بألوان الأخضر واللون الأخضر هو الأكثر ثمنا والأكبر سعرا لأحجار البرازيليانيت بالنسبة لأسعار أحجار البرازيليانيت فإنها يمكن أن تتفاوت من 1 دولار للقراط للأحجار ذات النوعية المنخفضة النفوذة للضوء ويرتفع السعر ليصل إلى 50 دولار للقراط للأحجار ذات اللون الأصفر عالية النوعية وعالية شفافية والنقائف البنية واللون ويرتفع السعر ليزداد عن 100 دولار للقراط للأحجار ذات اللون الأخضر عالية شفافية والنقاء في البنية والمسقولة بشكل جميل يمكننا تمييز أحجار البرازيليانيت من خلال معرفة درجة قساوتها إذ أنها تتمتع بدرجة قساوة تبلغ 5 درجات ونصف على مقياس موس وهي مساوية تقريبا لدرجة قساوة حديد السكين كما يمكننا تمييز أحجار البرازيليانيت من خلال معرفة كثافتها إذ أنها تتمتع بكثافة تراوح من 2.98 ولغاية 2.99 في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله لكم الخير والصحة والعافية والرزق الحلال الطيب المبارك بأمان الله وحفظه أستوديوكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته